طيب هنروح للرجال رجال كرة السلة زي ما حضراتكم عارفين انه رجال كرة السلة بيستعدوا لأول بطولة لنا هذا الموسم وهي البطولة العربية في الكويت وان شاء الله الفرقة مسافرة يوم 3 اكتوبر ان شاء الله والبطولة هتبقى من 5 ال 15 اكتوبر في مدينة الكويت على عاصمة الكويتية الكويت فرينا طبعا بقيادة مستر اجوستي بوش بيستعد للمباراة القادمة في بطولة القاهرة مع هليوبلس المباراة هتنطلق او انطلقت الساعة 8 على صالة هليوبلس بمدينة الشروق ودي رابع مباريات بطولة المنطقة هيتبقى لنا مباراة كمان مع المصير الاتصالات ودي هكون قبل السفر ان شاء الله والثلاث مباراة اللي فاتوا استطاع فيها النادي الاهل انه يفوز مبارايتين 83-19 ومباراة مع السكة الحديد مع الكهرباء والسكة الحديد 90-22 وفوز على الطيران بالانسحاب بنتيجة 10-0 ازا ما قلت لحضراتكم المباراة في هليوبلس دلوقتي بتتلعب ودي هتشاهد المباراة مشاركة هاب امين للمرة الاولى بعد عودته مع المنتخب لانه طبعا كان مستر اجوستي بيفضل راحته ده صح اللي بيحصل او الراحة دي لازم اللعيب يفصل على الاقل لتلات اسابيع وده اللي عمله هاب امين تقول اللي عمله اغلب لعيب المنتخب انت لازم تفصل تلات اسابيع ده مش وقت كبير وقت قليل جدا بس لازم جسمك يرتاح لازم تبعد تماما عن كرة السلة منشوف لعيبة اوروبا كلها في الفوليبول بتعمل كده الكل بيريح تات اربع سابيع ملوش علاقة ابدا بالرياضة لازم العضلات تستشفي تماما تماما من اي مجهود لازم زاكرتك العقل نفسه يرتاح ضغوط العصبية تتحرر من ضغوط العصبية عشان تبيدي موسم طويل خاصة بكرة السلة عندنا موسم طويل جدا عندنا الاول بطولة البطولة العربية بعد كده نخش على مرتبط بعد كده كأس مصر بعد كده السوبر وفي الوسط السوبر المصري وفي الوسط كمان البسكتبول افريكا الليج يعني النادي الاهلي عنده ست سبع بطولات في هذا الموسم اذا بتتكلم في مجهود بدني خرافي طيب في حاجة عايز اقولها كمان يمكن طبعا رسميا يعني خلاص كابتن مودي الجرحي وكابتن براهيم الجمال اعلان اعتزالهم خلاص تماما يعني ده الموضوع انتهى تماما والاتنين تولوا مسؤوليات داخل النادي على ما تذكر كابتن جمال تولى مساعد مستر دانيال في قطاع الناشئين وتقريبا كابتن مودي الجرحي تولى مدير اداري الناشئين على ما اتذكر فطبعا وطبعا هيتم الاعلان على الكلام ده ولكن طبعا انتوا عارفين بربطني بيهم صدقات طويلة في الملعب بس يمكن الكلام ده من خلال مقابلتي معاهم فخلاص هم تقريبا اعلانوا اعتزالهم ولكن كده القيمة نقصة نيل لعيبة حتى الان ما تمش سبدالهم مستر اجوستي عنده فكر كلمت مع الناس في النادي وكنوا عاديين بنا نتناقش ونفس الكلام في قطاع الناشئين هو عايز الجودة عايز مش عايز عدد لعيبة يعني في القيمة مليانة لعيبة ولكن هو عايز يقالي العدد والجودة تزيد وهو دايما بيميل للعيبة الصغار السن مش بيعملها او لعيبة الجهزة دائما بدنيا اللي تدار تتحمل موسم كامل فطبعا بنقول مبروك لمودي الجرحي وابراهيم الجمال لعيبة كبار لعيبة ادت للنادي الاهلي سنوات طويلة لعيبة كمان الحقيقة يعني من اللعيبة الغيورة جدا على نادي الاهلي واللي أنا يعني بعد خلاص هو قلعت شرط او قميس النادي الاهلي وبطل ما تخيلش نفسه في مكان تاني اخر لان هم كانوا يدروا يعني يدوا في اي نادي تاني وده وضع طبيعي جدا يعني مش لازم فرق درجة اولى لك ممكن يروح فرق او ليفل وان او لاربعة كبار او تاتة كبار كان فيه فرقة كتيرة وبياخدوا مقابل جيد ولكن اللي اتنين فضلوا انه يعتزلوا اللعب بعد يعني خلع قميس النادي الاهلي وده كمة في الانتماء ومش كمة في الانتماء بس مش بس الموضوع انتماء ولكن مين بعد النادي الاهلي قدر روح بأمانة يعني ايه النادي اللي قدر بعد النادي الاهلي انه نلعب له تهيل الموضوع السؤال صعب وسؤال بيبقى على اي لاعف لاعف في النادي الاهلي بيبقى صعب